لنعرف أنه الدرجات الخاصة هي تخضى للمحاصصة والمفتش العام أيضا هي درجة خاصة والأحزاب هي التي تتحاصص والأحزاب هي التي تأخذ حصتها فبمعنى المفتش العام مين يجي؟ يجي مرشح حزب والمفتش العام وظيفة يحارب الحرامية الحرامية من الحزب والمفتش العام من الحزب زيان هاي معادلة أنا شون أفهمها لا يقتنع بها أصحاب الأرض ولا يقتنع بها أصحاب السماء الحزب يرشح يأخذ درجة خاصة والدرجة خاصة عن الفلوس ويقول له رحارب الفساد والولد هم من نفس الحزب شون أقدر أقتنع بتوليف من هذا وبعدين الحزب ينقلب على مرشحه وبالتالي طلعه واعطيني برهان أن أحدا فيكم نفذ من السماء نفجاء من الأرض وأصبح مفتشا ولا يوجد وراء حزبا وقبل أن تجيب أكاد أحاول أن أصدقك أشكرك ابتداء أنا أطلب دليل على أن المفتشين تابعين لأحزاب أو مرشحين من أحزاب درجة خاصة ما لها ربط أنا اللي أفتهمه أو 16 سنة بهذه الضيم أي درجة خاصة إذا تشايت يسمونها درجة خاصة لازم كل حزب يأخذ منها حصة مستشار درجة خاصة الوكيل درجة خاصة الوفاتش العام درجة خاصة الحالة ما كانت ساد نجم حكوا المنصفين في بداية تأسيس النظام العراقي الجديد بعد 2003 ما كانت هذه الدرجة هاي قامت مثل نقول الوتيرة تتساعد والخط البيان إلها للأسف وصارت ظاهرة في داخل مؤسسات الدولة وصلت إلى مدير القسم بل وصلت والله العظيم إلى مرحلة عامل الخدمة هايها بالمرحلة الأخيرة وأنا أكثر الأخوة المفتشين متكلمين بهذا الشيء أخشى أن في يوم من الأيام تعد الموازنات وفق أمزجة معينة موفق المزاج العام أو المصلحة العامة المفتشين العموميين قد يكون اثنين ثلاثة انتموا إلى منتمين إلى جهات لكن لا يعملون تحت مضلة أوسطة هذا الحزب لأن المفتش عام لا يليق به ولا يجوز لقانون ولا يحق له أن يعمل وفق أجندة أو رؤية سياسية المناصب السياسية عادة تكون في الوزارات بالوزراء وهذا في كل دول العالم كل دول العالم بيحزاب ويجب أن وزير بس ما توصل إلى الوكيل وإلى المدير العام وإلى المدير القسم ومفتش عام يعني هسا من الناس أنت تقيس تجربتها بتجارب العالم تحط شاية سنة هنا مقابلة شاية الشيعة هنا يا هل يسواها بالعالم قبل لأقول لك هاي جريمة جريمة بحق العراق هذا العراق اللي نفتخر به عراق السومريين والآشوريين ونبخد نصر وحمرابي معقول لنوصل مرحلة إلى هاي هالدرجة المتدنية من التفكير يبنيهم يسهل الهوانو عليه هذا من ناحية من ناحية ثانية هاي التهم على المفتش عمومين تدخل ضمن الجهل اليوم المفتش العام لما يتعين المفتش العام أكو آلية رسمها القانون الآلية تقول يدخل إلى اختبار أولا تعلن هيئة النزاهة عن حالة إلى مفتش عمومين أو يتم ترشيح موظفين بناء على نزاهتهم بناء على إمكانيتهم يدخلون إلى لجنة هاللجنة تتكون من رئيس هيئة النزاهة رئيس ديون الرقبة المالية الأميني العام المدسس وزراء هذا اللجنة هي تختبرهم تخضح من الأختبارات ومن ثم مثل ما نقول تنتخب منعتهم اللي ترى أعلى مثل ما نقول المستوى بين المتقدمين للعدد أما هاي التهم كنا تهمنا بها يعني أنت تيد تقنعني أنه أنت بمرشح حزب أبداً وأتحدى ذلك بل مستعدة أشرح لك أنا شنصرت مفتشها إذا تسمح لي أنا ما راح أغوص بهذا التفاصيل وقلت لك أنا أريد أن أصدقك بهذا الموضوع لا أريد أن أصدقك بهذا الموضوع لا أريد أن أصدقك بهذا الموضوع دليل أنا الموضوع كالآتي في عام 2005 قاعدين نحن في فد مثل نقول فد مكان در نتغدى وأحد الأخوان عملي أساساً بالتجارة بالدباغة بالجلود وأحد الأشخاص اللي عايش بالأردون قال مع الأسف على العراق يشتري خيوط عمليات داخلية تتقطعتنا العمل وفيها بكتيريا وإطلافها اتطلب من صاحب الشركة أن يدفع 100 ألف دولار لكن إجا العراق واشتراها 49 مليون دولار ونص فأنا قلت لها أنا ما أعلم اكسباير اكسباير وتتقطعتنا العمل وبيها بكتيريا ويريد يتلفها بالشركة فطلبوا من عدم يتعلب دولار فهو العراق جاشتراها بيا شرب 49 مليون دولار ونص قلت لها طين الأدلة هذا الحاجة أنا مو موظف بالحكومة العراقية أخذت الأدلة الوزارة تابعة إلى الصحة الصحة كانت كانت تابعة بها الوزير أعتقد الدكتور عبد المطلب تابع إلى التيار الصدري صديق لاتشار عبد المطلب فرحت إلى أقاربي وأخي المرحوم الشهيد ابن عمي السيد رياض النوري لا لأول مرة رحت على السيد حاكم الزاملي كان معاون مدير عامل إداري قل لي أنا جاء يشوف كوارث بس ما جاء يقدر أكحرك لأنني منصبي ما يسمح لي قلت لزيه فرحت إلى المرحوم سيد رياض النوري كان ما عند أي منصب سياسي كان مفتش لعب لا سيد رياض النوري بالتار الصدري لا لا مو نور النوري المرحوم العلامة السيد فقال خل الروح إلى السيد مقتدى الصدر يا سيد سيد مقتدى الصدر ها أخذ الأوليات وراح قلت لأني ما روح وياك لأنه ما ريت تفهم في الوصولية رح إلى السيد مقتدى الصدر سيد مقتدى الصدر قال له خلي روح يصرف ويتكلم ويوصل إلى أعلى المستاذ هذا الحجي أنا هذا اللي نقل ليه المرحوم سيد ليه فعلا جيت إلى أبو حوراء مدير مكتب السيد الجعفري شخص صيد عامل حوراء قلت لهذا الموضوع حيث شي قال مهاي الوزارة متابع لي قلت له شنو متابع لك هاي العراقيات كل رح يتخيطن بهذا الخيط هات تقريب مستشفى العلوي للولادة وهذا تقريب مستشفى الكرخ الولادة يقول هاي اللي خلق بها بكترية وتتقطع أثناء العمل هاي سرطانات التاجر هنا اشتراها وباحر الصحة مبيوعة وفي ديهاي فتحان ألسي بعيد ما يمستلمينها والله قلت له زيان إذا أقول لك السيد مقتدى الصدر مصر على فتح هذا الموضوع رغم أنا ما شفته قلت له لك نقلا عن الشهيد رياض النور ما تجاوبوا يعني يسمعني هو يعني قد يكون شغلة قد يكون كان ملتزم على العموم بعدها اللي فهمته أنه متدخلين اللي بالوزارة أنه الجهة السياسية اللي كان التيار أبو كيماد يا فيصل قال أنا ماقدر لازم يمشي العقد فبعدين يعني مضطر ما أخذ إجازة ستة شهر بس بقى العقد ساري يعني بفتح ألسي الولد أخذت تسعة وربعين مليون دي طلقوا له المبلغ بعده بهلثنا صار التغيير الوزاري صارت أحداث جسرة لأمة أجد دكتور علي الشمري صار وزير الصحة اتصلوا بي التيار الصدري قالوا نحذرك من هذا الموضوع فبدأ يشتغل عليه وردت إلى مسامعي أنا ظلت أن تابع الموضوع الحذرك من هذا الموضوع أن تفتح لا 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 أنه لازم تلغي لازم تلغي لازم تلغي خوش يبيني بين الله شهادة للتاريخ فقالوا نخلص الخزين الستراتيجي صارت الأحداث في مجلس رايمة وعندنا جرحة هواية وتفجيرات المدينة تصطيدر لازم نجيبهم داني حتى ذا به البكترية هنا شوف اللعبة هنا نبريت أنا وياي أربعة شخاص أنا مدفعت ولا فلس أربعة شخاص جبنا خيوط عمليات بمئتين وخمسين ألف دولار اشتريناهم من الإمارات على حسابكم على حسابنا ما رد أقول اسمهم بهم اثنين مسيحيين واحد سني واحد شيعي زين وما يقبلونا حد يذكر اسمهم دين نهاي بيننا بين الله جبنا خيوط العمليات دخلتهم إلى وزارة الصحة بالذبح المال ميدان ويسمعني دكتور عبد الشمر ويسمعني عادل محسن ويسمعني دكتور عباس الفرطوسي أبو كيماديا عادل محسن كان يدري المفتش العام عبد المطلب في وقته كان يدري يدري بحيث عبد المطلب عدهامش الجعفري كان يدري الجعفري ما شفته شخص مدير مكتب عياد الميان قال له أبو حراء قال له ما عرف لا لا أنا ما أتهمنا على كل حال أنت قلت المدير المكتب الخاص سلمنا خيوط العمليات إلى وزارة الصحة الساعة بالعشرة بالليل بسفتكم شنو متبرعين قلت للوزير الصحة منظمة ثانية قلت للوزير الصحة هذا التبرع لا إلك ولا الوزارة الصحة ولا للحزب اللي أنت جاي مع احتراماتي للحزب هذا التبرع للعراق فلا أنا ولا ذولي الوياي إنما نقبل أو باشر عقبا نيجي نحتاج منك فدشي أو فدميزة أولا نعمل في هذا المجال جيد لاش قلوا للوزير بكل وقاحة وكل صلافة قلوا لما على الوزير ما نقدر نستقبل هاي لخيوط العمليات لأن ما مبحوصة فلازم نمشي الصفقة قلت له فحصوها قال منفحص يطول احتي لي بعد الأسفاء منو هذا اللي تشانيح تشكل قال منفحص يطول قلت له من حق الوزير يستثني لخيوطه من الفحص باشرة تنفحص مو تقول خزين ستراتيجي راح يغلاص اللي جاي بالكياه على كل حال وإحنا مو تجار لخيوط العمليات لا يمنى ولا الموضوع من عدة ونتهين وناس تشتغل بالجلود وناس تشتغل عتمة طاعم مو يمن الموضوع حالة الحال قدمتهم تابعت ويا الأخ عباس الفرطوسي خابرني قال لي يردوني دخلوهنها مشتريات يا هي لخيوط العمليات قال لخيوط العمليات لتا جبتها اللي جبتوها انتم هاي المجموعة اللي طلعت درجة أولى واستخدمناها وستدينا نقص بالخزينة الستراتيجي يردوني دخلوهنها مشتريات بعدينش قمت أتابع قمت أتابع بل كي الله نقدر نمنع أنه صرف مبالغ مقابل شي احنا متبارعين به تخيل الوقاحة والتجارة بصحة الناس الموضوع الثاني أنا مثل ما قلت لك لا وقف لعد هذا الموضوع وهذا الموضوع موجود بس صحة وإلى هاي اللحظة تحقيقات ما أدري كملة ما كملة من سنة 2005 لحدها صارت مصطعة العقدة بل تسعة وربعين ما شو الولد لا انتهى 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 توقف يعني تخيل صاحب الشركة اللي محيول علي العقد وهو دزل تهديد شيسبب الله صاحب الشركة والله العظيم مبالي بس عراق يعني موجودة الصور نزل ثاني يوم اثنع عشر مليون دولار من قيمة العبد قلهم بس ما شو زين هنانا يعني هيتش أكو صلافة ووقاحة ماكو حساب اكو واحد محيول علي عقد بخمسين مليون دولار ينزل اثنعاش مليون وجاي فتحول لألصي زين الولد ليس سألوا دافعونا على العقد هذا انا كيد واضحة لا لا واضحة ما يحتاج لها ما اخذين احنا بالنسبة هذا الحديث يتحدث احنا بالنسبة ان الرجل احنا ناس مهنين اتكلم على الوقاع اللي قدامي هذا حالة اللي صارت مسيرتي شون صارت مفتش عامل الحالة الثانية اشتريت ثلاث محركات على اساس ما الدباغة للمعمل ما الدباغة تبين محركات ما السمتية ما بيوقها من قاعدة صدام الجوية البصويرة شريت وديت الوزارة الدفاع يا بذني ترى هي شو كذا قالوا يا بإلك مكافأة قلت لها ماريد كتاب شكر قلت لها ماريد قال فلوسن قلت لها ماريد هاي حالتين اجي يعني بهالثنات عينت بالخطوة الجارقية بالالفين وثمانية بمصر فاجى السيد المالكي بالالفين وثلاث عشر اجى ويا وفد وزاري كبير التقى برؤساء التشكيلات انا محضرت تأخرت لسبب ما فاجيت اسلم باعتبر رئيس وزراء والتقى برؤساء التشكيلات الملحق العسكر الملحق التجاري الملحق الثقافي السفير وايضا انا كمدير خطوط جوية عراقية كنت يعني درجة ملحق فاجيت اعتبر تعاتبوني للمراسم يا بتش شو رئيس وزراء بلتنا طلع مستشار رئيس وزراء قال استاذ سلعلك رئيس وزراء مشنو يعد لقاوية رئيس المصري وليشوف يفتهم شنو المشاكل فقعدت كانت قاعدة النائبة حنال فتلاوت اسمعني فقال وليشار رئيس وزراء السيد المالكي المالكي فقال اهلا وسلين اهلا بالسيد كذا قال عاش تيدك على هالمواقف اسمعنا بمال خطوط العمليات اسمعنا بمال محركات الطائرات قال شنو قصتها محركات الطائرات قلت له والله على اساس انو ارجع العملي بعد ما يخلص وظيفتي بمصور واشتريت هايو كذا المحركات فتبين تبين انها محركات طائرات سمتية زيرد اي كذا فنائب حنال فتلاوت قالت لدولة الرئيس اجدخل محركات الطائرات بمحركات الدباغة فهو قالها قالها اي فقالها قالها بالنسبة احنا مجدنا نتكلم على شي يعني راح يصير لا شي صاير وحنا استلمنا المحركات وفحصناها ونطلعنا فعلا ما السمتيات اوكي والرجل رفض اي شي فقال سيد انت امثالك يستحقون هاي قال لي انت شو كنت تخلص المدة مالتك انا كنت عدي طلب اريد اقدم لها طلب تمديد في مصر عمد اكمل الدكتور انا شنتوني مكمل ماجستي اي فقال لي امثالك مال يشتغلون في العمل الرقابي واني رشحتك مفتش عام بناء على التقارير اللي جدنا من استفارة متعرف احنا كم الحقيات السفيري قيمنا هذا اداء هذا اداء لجهاب ذات العلاقة فقلت لأشكرك على هاي الثقة لك العمل الرقابي غير صالح بالعراق ماكو بيئة صالح عمل الرقابي واني كعائلة احنا كنا السادة ما نقدر نشتغل هاي الشغلة قال لا هذا واجب وطني ورا سنة شفته اذن القصة ابتدأت من هنا ورا قال لي شدت على العموم قال لي شدت وين صرت قلت لأ والله بعدني مبصر قال ليش يش الناس نقول المستقلين المهنيين كذا كذا ورا يوم انخابر نسي منها يتنزاه قالوا عندك مقابلة وهكذا صرت مفتش عام كانت مقابلتي والقابرة الجوحي حوالي 4-5 من ضمننا ستفات الان مديرة محد القضائي من ضمننا السيد طالب جعفر انها بالسابق مجموعة احنا قابلنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له الاجر